إيه لما تقل عليك لو صفتت عليك تلاجة هتخش جون عادي زي ما قلت لسه إيه لك حالا وفي نفس نفس الإحساس لما آه أكيد ما بتفرحش يعني يعني مش روبوت يعني أكيد في حاجات بتقصى فيك وبدأيك بس تقل عليها سنين طويلة جدا وحش أفريقيا وقال قب كتير جدا كنت برضو بقى بفرحان بيها بس في الآخر أنا مقتنعا أن ده الجزء النقد هو الجزء الآسي أو الوجه القبيح من الكورة فأنت أكيد كده لازم تقبله لأن فيه وجه تاني مشرق جدا هو سبب كل الخير اللي أنا شفته وهو ده السبب من الأزام الخيرين قاعدة قدامك اللي هو إيه؟ اللي هو ديتني كل حاجة كويسة في حياتي بتكلم على مستوى العمل يعني ديتني شهرة وديتني حب ناس وديتني ألقاب وديتني أي من نادي الأهلي؟ أه طبعا لابتشغل في النادي الأهلي لابتشغل في الجونة وقابليهم خمس سنين في هولندا بس في الآخر أنا الإسم كله والتاريخ والبطولات النجومية كل حاجة عملت في النادي الأهلي أيامك الحلوة الأكتر كانت فين؟ في النادي الأهلي طبعا عدت عشر سنين في الدرجة الأولى وقابليهم خمسة عشر سنة في الناشئين ويعني أنا عندي ثمان سنين وأنا في النادي الأهلي فطبعا شفت أيام حلوة كتير يعني أي حد يبخش نادي الأهلي بشوف أيام حلوة طب لما أيامك الحلوة في الأهلي سيبته ومشيت ليه؟ لا سيبته ومشيت لأن ده كان قرار حتمي كان لازم يتاخد في التوقيت ده يعني الحد اللي شاف أيام حلوة في نادي كبير وعريق وإنت مالي يبقى ابن النادي وجماهيره بالملايين تمام يسيبه ويمشي لإيه القرار اللي يخليين يسيب الكيان بتاعي ومشي؟ لأن حسيت أن أنا يعني عملت دوري على أكمل وجه وقمت بدوري مش بس كلعيب وكلعيب قديم في الفرقة وكابتن فريق وحسيت أن المرحلة الجاية هي مش مرحلتي فلما حسيت أن ده التوقيت المناسب أن أنا مشي أعلنت أن أنا ماشي بمنتل احتراف أنت اللي حسيت أو اللي حسيت أن هم عايزين يمشور لا 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 أنا أنا حسيت أن المرحلة الجاية أنا خلاص الفترة اللي جاية مش مرحلة بتاعت شريف في النادي الأهلي وأنا حسيت أن أنا محتاج أن أنا ألعب وفي نفس الوقت حارس جدا على خروجي من نادي عشان دي علاقة طويلة قوي فلما شرحت واخترت التوقيت بمنتل احترافك والتحاريس جدا أن أنا أوصر رسالة صادقة جدا للناس الجمهور كله تقبل الموضوع بإيجابية جديدة جدا أنه كان فيه إشادة من كل الأطراف من الميديا وحتى من الجمهير المنافسين كله كان بيشيد بالقرار وبالموقف بالقرارة وبالموقفة؟ طبعاً وبالطريقة بالطريقة أنك تنهي لقتك بالأهلي على تويتر ليه هو الأهلي لما جي تعقد معاك تعقد معاك على تويتر؟ ده ما كانش فيه تويتر ساعتها ولو كان فيه تويتر كان هيعلي أنه تعقد معاك على تويتر عشان أنا ما عنديش وسيلة إعلامية أوصل بيها كلامي للجمهور وصلت عن طريق إيه؟ تويتر طب أنا بقولك تويتر أيو أيو لا بس أنت قلتلي يعني زي في أنت بتأسخاري هو الأندي لما تعقد معاك تعقد معاك على تويتر بس أنا كانت الفاطر دي كان يحق إلي أن أنا كنت لعب فري كان من حقي أن أنا كان لعقدي فضوله صوت شوء ينتهي فكان الفاطر دي كانت فاطر تسمح أنا من حقي أن أنا تعقد أو من حقي أن أنا أخد قرار